وصفة الفول المجروش او الفول المتشوش من المصبخ المصري وصفة كتير طيبة بتغمسوها بخبز او خبز مصري يكون سخن مع زيتون وشوية خضرة عجنبة ومخللات ما فيه اطيب منها كتير سهلة وبسيطة انا عملتها بطريقتي شوية تغيرات بسيطة بقدموها مع تقلية بصل مع بندورة رشة كامونو بابريكا وعجنبة صحن خضرة وشوية شطة خضرة شغل ايدي ولا اطيب من هيك اول شي بالطنجرة حطيت حبتان بصل مفرومين مربعات كبيرة بدون اي زيت ولا شي وراح ضيفي عليهم معلقة اكل مليانة من الكمون عندي هيدا الفول المجروش انا دايما بنقعه قبل بيوم مع كربونات الصوديوم تاني يوم بغسط بصفيه بقسمهم بكياس بفرزهم طلعتهم من الفريزر رح حطهم فوق البصل رح ضيفي عليهم الرز المصري والعدس وراح نحط عليهم ماي وحبت بندورة كبيرة مقطعة مربعات وبس يغلو يتطلع هيدا الرغوة على وش الفول دايما من شيلة بس استووا على الاخر ودابوا دوبان فيكن تقدموهن هيك وفيكن تطحنوهن وفيكن تخلوهن مصطحن المفروض يكون الطحن خشن فانا طحنتهم شوي هون حطيت معلق صغير يتوم مهروس وطحنتهم شوي نعمين زيادة ما لازم ينطحنوا كتير نعمين لازم بس تطحنوا البندورة وطحن خفيف يعني يكونوا خشنين شوي فانا بالغلط زودت عليهم الطحن ما بيأسر كمان طيبين بس الاطيب انه يكونوا نصف طحن بعد ما جهستهم دفتلهم هلا الملح زودتلهم كمان معلق صغير يتوم مهروس عصير حبتان ونصف ليمون بدا ليمون هلا بمصر في ناس بتحط طحنية جوال فول المجروش شايفين ما لازم يكون ناعم هلقد وفي ناس بتقدم لطحنية على وش الفول المجروش فالطحنية على زاوكن انا بحب اعملهم تقلاية بصل بعد ما سكبتهم بالصانية اللي بدي أقدمهم فيها عملتلهم تقلاية بصل بزيت الزيتون وسكبت على الوش بابركة وسكابت رشة كمون بمصر بحطوا لطحنية جوال فول او بتتقدم على وش الفول انا عندي صلصة طحنية مع شوية مي بيكون قوامة قيل فالطحنية اضافتها بالفول او على وش الفول على زاوكن الاثنان نفس الطعام انا بحب زين فيها هيك وزعت لطحنية وزعت البندورة مفرومة مربعات صغيرة كتير طيبة معه وقدم ناهم مع تقلاية البصل بزيت الزيتون فاهل مصر ما بيعملوا تقلاية بصل بزيت الزيتون على وش الفول بيقدموا زي ما هو مع رشة بابركة وبندورة انا حبيت انه يكون لطحنية على الوش مع البابركة والكمون والبندورة وعجنبون صحن الخضرة وغمسوهم بخبز مصري مع شوية شطة وزيتون ومخللات تعتبر لوحدة وجبي كتير طيب بس انكن انتو ما تطحنون نعم كتير زي ما انا غلطت وطحنتون كتير نعمين شوية شطة على الوش ما فيه اطيب منهم نجربوا اضافة تقلاية البصل بزيت الزيتون بيعطيها طعم كتير طيب متل ما خبرتكن لطحنية على الوش او جو الفول كله على زوقون طبعا غمستن مع بصل اخضر وجرجير وحبة فجل ولا اطيب